لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أك رد بعقل أحبا نقمل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ونعوبة بين عقل المسا مرحب بيكم أعزائي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة ابن بيز بين الجحل والتدليس وإحنا شفنا في الحلقة اللي فاتت إزاي ابن حجر بيعتقد أن الأنبياء بيحيوا حياة كالحياة الأخروية في القبر وشفنا إزاي الشيخ البراك رد عليه وقال إن أراد أنهم أحياء في كبرهم كحياتهم في الدنيا إلا أنهم في صورة الأموات بالنظر لأهل الدنيا في هذا الباطل وهنشوف تعليقات الشيخ عبد العزيز بن بيز وهنوضح إزاي الشيخ بن بيز تخبط في المسألة دي وهنبدأ بأول تعليق للشيخ بن بيز على كلام الحفظ ابن حجر حفظ ابن حجر بيقول إن الأنبياء أحياء عند الله وإن كانوا في صورة الأموات بالنسبة إلى أهل الدنيا راح ابن بيز علق وقال هذا إطلاق مبهم وصواب التصريح بأن حياة الأنبياء برزخية ليست كحياتي الدنيا والآخرة ولكن الله أعلم بحقيقتها وإن حياتهم في الكبور أكمل من حياة الشهداء قال إن كلام ابن حجر ده إطلاق مبهم ابن بيز بيقول كده وإن الصح التصريح بأن حياة الأنبياء برزخية وإن حياة ومش حياة زي حياة أهل الدنيا ولا كحياة الأخرة نكمل كلام ابن بيز ورح قال إيه والحافظ رحمه الله فصل وفصل ذلك وأبان عنه في مواضع من المجلد السابع على حديث رقم 3649 و3887 و4042 بما أزال الإبهامها هنا فجزاها الله خيرا وهنا ابن بيز قال إن حياة الأنبياء دي حياة برزخية ونعمل زي حياة الدنيا والأخرة لأن طبعا في حياة الأخرة يعني حياة أهل الجنة حياة الأخرة دي إيه زي أهل الجنة فيها إيه عند المسلمين فيها أكل وشرب وزواج وقال لنا إن ابن حجر فصل وأبان وأزال الإبهام وذكر لنا أرقام الأحاديث طيب نرجع كده لكلام ابن حجر هل فعلا أبان زي ما بيقول ووضح إن حياة الأنبياء حياة برزخية زي ما بيدعي الشيخ ابن بيز نشوف كده الحفظ ابن حجر قال إيه الحفظ ابن حجر قال فدلى زلك على حياتهم قلت وإن ثبت إنهم أحياء من حيث النقل فإنه يقوي من حيث النظر كوني الشهداء أحياء بنص القرآن والأنبياء أفضل من الشهداء ابن بيز قال مضى بيان إن حياة الأنبياء في كبرهم حياة برزخية لنعلم حقيقتها وإنها أكمل من حياة الشهداء على حديث رقم 3410 من هذا المجلد الثالث والله أعلم وهنا هل ابن بيز قال فعلا الحقيقة وإحنا هنرد بشكل سريع وباختصار ابن بيز قال إن ابن حجر رحمه الله فصل ذلك وأبان عنه في موضع من المجلد على حديث 3649 387 و4042 بما أزال الإبحامها هنا فجزاها الله خيرا وبعد ذلك بيان في حديث رقم 3410 وطبعا في البداية هنضع الأحاديث بالترتيب زي ما أنتوا كده هتشوفوها على الشاشة وإحنا كل اللي همنا في الحديث اللي فاتت الحديث آخر حديث الأخير 4000 42 وطبعا لو رحنا على الإنترنت عشان نضوع على الحديث ده مش هنلاقيه لأن ابن بيز اعتمد على النسخة ورقية بتختلف في الأرقام اللي موجودة عن التفالي الحديث ده على نسخة فيها تعليقات للشيخ ابن بيز على الإنترنت وفيها الحديث بالرقم برقمه 4042 في الحللة الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري والحديث رقمه ثاني 4042 بيقول كده عن عقبة ابن عامر قال صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد ثماني سنين كان مودع للأحياء والأممات ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فارط وأنا عليكم شهيد وإن موادكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا لكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها قال كانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله والحديث ده طبعا اللي انتو شفتوه معايا دلوقتي من الحل الإبريزية هو نفس الحديث اللي ابن باز قال عليه أن ابن حجر فصل وأبان في شرحه طبعا وأزال الإبهام والحديث ده هتلاقوه في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة أحد برقم 3816 طبعا هتلاقوه بالرقم ده وبالعنوان ده هنشوف بقى تعليق ابن حجر على الحديث ده إيه ابن حجر بيقول لأنه بعد موته وإن كان حياة فهي حياة أخروية لا تشبه الحياة الدنيا والله أعلى ابن حجر بيأكد أن الرسول بعد موته إن كان حياة هتكون حياته إيه أخروية وهي حياة أهل الجنة يعني فيها أكل وشرب ويصلي كل ده في القبر وهنشوف كلام ابن حجر اللي نقلناه أول الحلقة قال إيه لأن الأنبياء أحياء عند الله وإن كانوا في صورة الأموات بالنسبة لأهل الدنيا وشوفنا من بازعلق قال إيه هذا إطلاق مبهم والصواب التصريح بأن حياة الأنبياء برزخية ليست كحياتي الدنيا والآخرة والحافظ رحمه الله فصل ذلك وأبام عنهم بما أزال الإبهام هاهنا فجزا الله خيرك ودلوقتي في سؤال مهم أي إبهام أزاله ابن حجر كما يقول الشيخ ابن باز لماذا المغالطة وخلط الأوراق وشوفنا ابن حجر بيأكد إن الرسول بعد موته إن كان حياة هتكون حياة أخروية وكلام ابن حجر نقلناه من شرح حديث رقم 400042 وده آخر حديث بيشرح فيه ابن حجر حياة الرسول بعد موته وابن حجر بيقول إن بعد موته إن كان حي فهي حياة أخروية لا تشبه الحياة الدنيا والله أعلم وابن حجر بيقول حياة أخروية يعني فيها أكل وشربه وزواجه وغيره أي إبهام أزاله ابن حجر كما يقول الشيخ ابن باز طبعا نفس الكلام على كل الأحاديث اللي استشهد بيها الشيخ ابن باز لكن أنا أخدت آخر حديث كمثل فقط إن ابن حجر بيعتقد إن حياة الميت زي حياة الآخرة فيها كل شيء أكل وشرب إلى آخره ونتأكد من خطأ ابن باز ونشوف تعليق الشيخ البراق على نفس كلام ابن حجر اللي نقناه في أول بداية الحرقة يقول كده لأن الأنبياء أحياء عند الله وإن كانوا في صورة الأموات بالنسبة إلى أهل الدنيا نلاحظ تعليق الشيخ البراق بيقول إيه قال الشيخ البراق قوله لأن الأنبياء أحياء عند الله إلى آخر الكلام إن أراد إنهم أحياة حياة بردخية تخالف في حقيقتها وأحكمها حياتهم في الدنيا وحياتهم بعد البعث في هذا حق نلاحظ قول الشيخ البراق بيقول إيه حياة برزخية تخالف حياتهم حياتهم الدنيا وحياتهم بعد البعث يعني الحياة الأخروية نلاحظ ابن حجر بيوصف بإيه حياة الأنبياء في كبرهم فسحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة أحد وزي ما قلت لكم رقم الحديث 3816 أو نفس الحديث برقم 4042 في نسخة ابن باس في الحولة الإبريزية بيقول لأن بعد موتوا إن كان حيا فهي حياة أخروية لا يتشبه الحياة الدنيا والله أعلم وقولوا حياة أخروية حياة أخروية يعني إيه؟ حياة أخروية تساوي يعني معناها حياتهم بعد البعث يعني حياة أهل الجنة دلوقتي أنا هعمل لكم ملخفة الحلقة إزاي الشيخ ابن باس يغلط أو يخلط الأوراق ويقول إن ابن حجر فصلة وأبانة وأبان وبيان أن حياة الأنبياء في كبرهم حياة برزخية لا نعلم حقيقتها وإنها أكمل من حياة الشهداء هل هو أخطأ عن قصد أم عن جهل منه؟ طيب ولو عن قصد ده تدليس ولو عن جهل تبقى كارثة إن عالم زي ابن باس جاهل وتباني الحلقة الجاهية مع ابن حجر وحياة الأنبياء في الكبر والتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا ما نقبل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ونعوب بين عقل المساء اشتركوا في القناة